ويمكن هذا الشيء اللي مش شايفينه في الشرق الأوسط من خلال الحرب والدماء وصفك الدماء مش شايفين صورة المسيح الإنسانية اللي بيتعاطف مع البشر دكتور أسامة إحنا بنعرف إنه كل هاي المواصفات هي مواصفات كمان اللوها ولكن حبيت شيء اللي هو مناسب مع الأحداث اللي عم نشوفها ونسمعها في هذه الأيام اللي هو إنسانية المسيح بشريته إنه تعاطف مع الجنس البشري في كل شيء طبعا مع ذا الخطيئة يعني ممكن نتكلم عن قدرته عن صفاته عن طبيعته عن هويته عن شخصه نحتاج كل الأبدي لأنه هذا العائل شوي تطراب محدود ولكن خلينا نتكلم في الشيء اللي إحنا لمسناه في المسيح إنه كان بيصنع خير كان بعالج الناس كان بيشفي كان بيحرر كان بيتعاطف مع البشر في كل دقاتهم في كل ظروفهم ويمكن هذا الشيء اللي مش شايفينه في الشرق الأوسط من خلال الحرب والدماء وسفك الدماء مش شايفين صورة المسيح الإنسانية اللي بيتعاطف مع البشر إيه الرسالة اللي ممكن وصلها خلال هذه الأيام الصعبة خلال هذه الأيام من خلال هذه الآية لما يقول لي أبو الأبدي رئيس السلام أبو الأبدي يعني وجوده أنا بكتاف في الضيقات لكن لست وحدي لا أخافه شرا لأنك أنت معي طب أنا ممكن يكون معايا كمان من الأحباء هقولك ممكن يكون معايا من الأحباء وممكن يغيبوا بس حتى لو موجودين هيبقى لهم التأثير والفعلية في أن هم يدخلوا السلام إلى قلبي بفكر اختبار بوليث لما قال في احتجاجي الأول في جلسة المحاكمة الأولى لم يحضر أحد معي لم يقف أحد معي الجميع تركوني فإن كان في واحد عرضة أنه يتحط في موقف زي اللي يتحط في بوليث وترك من الجميع ترك من الأقرباء والأحباء والخل الوافي يظل الرب ويقف معي لا يغيب أبدا هناك من يغيبهم الأحقاد والكرهية هناك من يغيبهم الموت هناك من تغيبهم الظروف لكن الرب لا يغيب أبدا عن كل واحد منا ليس ببعيد لكن يقول مش بث وقف معي يقول الذي وقف معي وعمل إيه كمان؟ وقواني أي وجود الرب معي له تأثير وله فاعليه خليني أقول أبو الأبدية وجوده رئيس السلام تأثيره وفعليته وده اللي ملى قلب الفتية الثلاثة بالأمان والطمأنينة قالوا لا يلظمنا أن نجيبك عن هذا الأمر اتسألوا هينجيكم من أتون النار قالوا له لا يلظمنا أن نجيبك عن هذا الأمر ريلينا إلهنا اللي احنا بنعبده والنتيجة اللي بنشوفها رائعة وواضحة لم يتخلى أبدا الرب عن أثقياءه والنار ما كانت لهاش قوة عليهم يقول لنا كاتب العبرانين في أثحة 11 الذين بالإيمان أطفقوا قوة النار فالإيمان بهذا الشخص العجيب المشير الإله القدير أبو الأبدية رئيس الثلام الإيمان الحقيقي بهذا الشخص يمنحنا الثلام أي أن ما تكون الظروف اللي احنا محطوطين فيها حتى ولو كنا في أرض المعركة اشتركوا في القناة